أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين خليني أرحب بديوفي في هذه الفقرة الأساتذة الكبار الأستاذ جمال الزهيري زيكاً سوز جمال مشرف ومنور الأستاذ محمود صبري زيكاً سوز محمود مشرف ومنور لسه كنت بسأل حضراتكم فيما يخص كلامنا مع كابتن فتحي وفيما تم إقراره أو اقتراحه فيما يخص أيضاً مصابقات الناشئين والشباب إن الكرة لما تبقى من خارج منطقة الجزاء ويتم الشوطة فيه أو تيتشات تحسب بهدفين الكرة العرضية وهدف بالرأس بيحسب بهدفين إن أنت تكسب خارج أرضك بتحسب بتلات نقاط بفوز يعني بتاخد نقطة زيادة إن أنت تلعب لا يوجد مباراة تنتهي بالتعادل لكن مباراة يجب أن تنتهي سواء إذا انتهت المباراة في وقتها الأصل بالتعادل بتلعب ركلات ترجيح وده كله في مصلحة إنه اللاعبين الشباب وناشئين بيشوتوا الكرة عندنا حد بيشوت كويس عندنا حد بلعب دماغه كويس أنا شايفت أن السيد محمود بيتكلم على حصلت قبل كده ولكن في لعبة أخرى طبعا لا حصلت طبعا عاوز أقول لك على حاجة طب الأفكار حلوة وممكن تتطور بصورة أكتر لو إحنا عاوزين ناخره بمدادة نتأصل على نتائج المبراد ممكن نعمل لها حوافز مادية يعني اللعيب المميز اللي هيستطيع مثلا نجيب عاشر أهداف من تسديد أو من ضربات رأسية ممكن يبقى له جواز مالية يعني تحفز اللعيبة كمان لأنه تحت كورت اليد في السابق تحت كورت اليد اه تحت كورت اليد دكتور حصل مصطفى وقتها تعملت حاجة أنه المتخاب كان عنده نقص في تنفيذ بعض الحاجات خاصة اللعب الأعصر تمام يعني كان فيه مشكلة اتأخذ بها قرار بتطبيق الكلام ده فيه مصابقاته الناشئين والشباب بينه اللي بيحرز هدف بيد والشمال بيبقى عنده من على الدائرة ومن برد الدائرة بتاعكم بقى الهدف بهدفين اللي مش عارفه يعمل اعتقد دربة من تسعة مطار يبقى كذا ينعزوا لك ايه تم تطبيقها للأمر اه طب تطبيقها للأمر انت لازم برضو ده التفكير كويس لانك انت لما تيجي تبص بأمانة شديدة عشاكونا واقعين وذين احنا شفنا المباراة النهائية مبارح مع المنتخبنا المنتخبين اللي احنا بنهني على التأهل لأولمبياد باريس وعمل بوطولة يعني رائعة أكثر من رائعة وبحيي الجهاز الفني وبأمانة شديدة مبارح كانت مباراة بعيدا عن وقعة الطرد ولكن كان فيه روحه كان فيه إصرار وكان فيه رغبة وبأمانة شديدة كنا نستحق ان احنا يعني نفوز بهذه نفوز به لكن هي ذكورة ونحترم برضو المنافس ومنقول له مبروك وام حاجة انه فيه يعني منتخبين عربيين فيه من أفريقيا وصلوا لباريس ومعهم منتخبين لكن انت عاوز اقول لك لما تيجي تقيم الموقف هتبص على فارق الامكانيات الفنية القدرات الفنية للعب بيخليك تستفيد منه بصورة أو بأكتة يعني انت مقينة فرحانين لما مقينة لعب زي محمود صابر عنده مستر للتزديد هدفه الثاني والثالث لما عندك محمد شحادة كذا لما عندك حمز علاء في حرص المربع ادك لتميناء عندك مثلا كوكا عندك إبراهيم عادل عندك إبراهيم عادل بأمانة شديدة صحيح الاحتراف بأمانة لازم بيقى فيه تفكير في الجزئيات كنت تساعد الناس دي فأنا عايز أقول أنه التفكير في الجزئيات والتفاصيل دي مع البرائم والكلام ده وتاخد اهتمامي بس حالي خدت في قولت فكرة حلوة رائعة أنا ممكن أقول لا ألزم بحسم النتائج لكن أقول لك إيه اللعاب اللي هيجيب ست عشر اتناشر خمستاشر هدف بالدماغه هتدي له مئة ألف جنيه آخر السنة آخر السنة هتدي له جايزة مئة ألف جنيه مثلا يعني ماشي وفيه هنا لجنة فيه فيه هنا لجنة فنية وكل مباراة يبقى لها متابعة وتبقى الناس دي يبقى لها إيه بتتسجل بتعمل إزاي من المميز لأنه هو هتخسر إيه سحيح ما أنا بأهود الحدك على الحال أرجع كده عشر سنين وراء شوي لما احنا خدنا أفريقيا فألفين منتخبات الشباب مع كابتن حاسي الشعادة 2004 ومن قبله مع رحمة الله علي دكتور محمد علي وكابتن شو غريب هتلا إيه ده دور القطاعات صحيح كانت القاعدة إيه أكبر كبيرة أكبر مش اللي انت شايفه دلوقتي انت بتشوف دلوقتي وانا حاوزة بأمانة شديدة تفضل تخصص حال أول اثنين وثلاثة ده الاختبارات اختبارات ناشية لازم بقى فيه كلام عنها اللي بيحصل فيه حاجة اسمها يا كابتن انك تدفع فلوس عشان تبقى لعب كرة بقى منها شديدة ما ينفعش وانت عاكيد عارف الكلام ده وعندك اللي وصل لك ولي المعلومة وعندك كتير وبيتجي لك يعني عاوزة أقولك إيه لعب الكرة ده يدفع له مش عشان يدفع روح يلعب المسألة ما بقتش بالصورة يا جماعة انت لازم تدي فرصة ولازم طبيعة الاختبارات تتغير يعني عاوزة أقولك إيه ما فيعش اختبار في عشر ده تحكم فيه ده لعبه وده مش لعيب يعني لازم تجيب تشوف تجربة الناس اللي حواليك بتعمل ايه لا بس أنا ممكن يقولك إيه الفرق مثلا ما بين واحد زي كابت بدر رجب مثلا وعنيه يشوف في خمس ده هو شاف اللعبة الجيل اللي كان متواجد ده كل واحد زي خالد بيبو لما يشوف اللعبة الاقبال والزحمة رهيبة جدا انت لو شفت اختبارات الاهل الناس رايحة من ستة وسبعة الصبح واختبارت الساعة 12 للدهر من الاعداد الكبيرة جدا وعاوزة يعارف انت ايه عاوزة تغير السنة ما تخليها صيف بس عاوزة تخليها مراحب معنا مدار السنة يعني ايه اطلع من دائرة انها تبقى صيف بس خليها خميان في نص السنة عشان تخفف عنك الضغط وتدي فرص انك انت تشوف ناس ممش دي افكار ممكن يتم تطويرها يعني هنالذي هم الافكار العالمي اه ما انا بقول لك فانا عاوزة اقول لك ايه دي افكار انا اتمنى لو انت لفست واحدة ولا اتنين وطبقتها على المسابقة هيا فكرة الفلوس اه طبعا فكرة رائعة على فكرة هي دي الافضل هي دي الافضل والاوقع 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 تدي حماس طيب ودعم كبير جدا رائع حضرك ايه سوز جماع هو طبعا مبدئيا الفلوس دي يعني مكافأة مالية مكافأة مالية مبدئيا ان انت تفكر في حوافز ودوافع تخلي الاندية تهتم في قطاعات الناشئين بمهارات بالتركيز على مهارات معينة طبعا ده مهم جدا ده حتى من غير ما تخصص دوافع المفوض يبقى ده الشغل في قطاعات الناشئين ما بيحصلش اه لكن هو ده اللي مفوض يتم يعني النهاردة ما ينفعش على المستوى فريق الدرجة الاولى ان انا ما يبقاش عندي لعيب اه هداف من خارج المنطقة الجزاء هو بيقولك كابتن فتح نصير وجهة نظره ايه نقولك طيب قولي كده خمس لعيبة بيشوت لا لا ما هو ما فيش فعل لا هو كمان قولي خمس لعيبة بيلعبوا بدمغهم كمان يا كابتن كمان يا كابتن اسلام مش عايزين يعني نحكم على هذه الافكار بانها مرفوضة ليه ما لا يؤخذ كله يعني مش لازم كابتن فتح بيقول افكار يعني فكرة لم يتم رفضها او لم يتم اقرارها لا وخلي بالك برضو لازم نفتكر حاجة مهمة قوي الكلام طالع من حد اشتغل كتير جدا في هذه المجالات وفي مجال الكشف على المواهب انا فاكر تجربة قديمة شوية لكابتن فتح نصير مع كارل هاينز يدرجوت مدرب الماني ده كان مسؤول عن المنتخبات في اتحاد الكورة وحتى كابتن فتحي سافر بعد كده من حصل بينه وبين ادرجوت نوع من انواع التوأمة التوأمة او التفاهم فراح معاها سلطانة عمان وقعدوا سنين عملوا شغل كبير جدا جدا فهي الفكرة ايه انه هل اتحاد الكورة بيرحب بالافكار الجديدة ويدرسها بشكل كويس ويطبق ما يصلح ويؤجل ما لا يصلح يعني اللي مش هينفع يطبقوا دلوقتي اجله اما بالنسبة لموضوع للناشئين فلازم نفرق بين حاجتين بين الاكاديميات اللي هي اللاعب بيدفع فلوس عشان يلعب او عشان يتعلم الكورة او يمارس كرة القدم وبين قطاعات الناشئين اللي هي المسابقات اللي هي البطولات واعتقد الفرق ده موجود فعلا يا ركبتن اسلام يعني كل اندية مصر وفي مقدماتها النادي الاهلي عنده قطاع اللي هو الاكاديميات وقطاع الناشئين في حاجة يا ريس في بعض الاندية اللي انت بحضرتك موجودة ادخلت نظام القطاع الاستثماري في مسابقاتها ده قصة تانية بعد الاندية على فجأة اندية كبيرة جدا معروفة بالاسم بس ممكن بدأت دلوقتي بدأت تغير بعض مشاعرت انه الناتج الناتج مكسب لا واكسب يعني مادي ضعيف ما هو ده شيء موجود لا انت كان مميزاتك انك بتخرج لاعب واثنين وثلاثة واربعة عندك طبعا روحت برة لما تيك تغسرها وتقولي ان انا هجيب مثلا فرقة تلاتين واخد خمستاشر ويجيب خمستاشر ليدفع فلوس كأمر غريب وامر بعد انها هكسبوك كمية هكسبوك كمية هو لا موجود وده موجود يعني اللي نقدر نقوله في ناس بتبقى او في اندية سيد محمود بتبقى عايزة يعني اقولك زي الفنانين اللي هو مش موهوب قوي وبيعرف ينتج ويعرف يعمل وهو ده موضوع كبير ده موضوع تاني يعني لكن حالك بتتكلم هنا او حضراتكم بتتكلموا فيه ان ما لا يترك ما لا يؤخذ كله لا يترك كله دي كقاعدة عامة في كل حاجة احنا بنتكلم فيها ان الافكار يعني يشكر جدا كابتن فاتح نصير ان هو تقدم فعلا بافكار انا بقول ان هي اكيد عصارة حضرات سيد محمود بتقول ان هي فيه معارضة من داخل الاتحاد اه فيه انا سمعت فيه تصرحات من مصدر في الاتحاد انه بيدرسوا الكلام ده وممكن ما يتطبقش وممكن ما تبقاش الامور بالصورة دي وانا بقول يعني ماشي الاول خد التجربة وهات اللي يقدم الاختراح كابتن فاتح نصير وهاتقعد معاه وده ما قالش الكلام ده هو منفراغ بدليل ان هو رجل المدير الفني لاتحاد الكورة واكيد عنده هو نظرة والاتحاد الافريقي وكان عنده نظرة ويستحق انه تبقى تنال الاهتمام لانه بامانة شديدة انت عندك حاجات كتيرة جدا يعني هولي حضرتك حاجات ما اكيد عادوا معا على فكرة انا بقول لي حضرتك يعني تعال انا مسلا هنضرب مسلا تعال اعديني كام هدف جم من ضربات السبتة يعني ضربات الرقنية يعني قول لي مسلا فريق متميز بيعرف بياخدها الا ايه في لقطات بتوبها ايه استثنائية وتركيز في الموتشارت يعني مسلا ايه يعني اعوز اقولك ايه استثنائات اتحسها كده مثلا معلون ام حامل عمنا اتعاملت فيه في المبارات الايه لا انا بكلم عن كورة السبب لا 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 انا بكلمك على الرقنيات يعني دي بص اتحس ان فيها شغل اتحاد من السيل اه ما انا بكلمك فالمسألة دي محتاجة برضو ايه تبص اداء المنتخب حتى يعني اللي هو التوب في الكورة فين كورات السبتة اللي هي ضربات الرقنية فين كورات السبتة اللي حوالين البرمى من الخارج نقطة التزديد ضربات الرأس يعني برضو في حلول كتيرا جدا محتاجة مع الاجيال اللي جاية تبقى من الحاجات اللي هي بفروض حد لو تبقى رفع انا لقيت لا انا وجدت تصريح من المسؤول في التحاد وكورة بقول الكلام ده مش هنطبقه وصعب ومش هارف ايه والكلام ده يا جامعة طب الأول على فكرة لا الفكرة اللي انت قلتها دي فكرة كويسة جاد رائعة يعني ما ياخدوا اللي يقدروا يطبقوه من كلام وانت جاي براعي هيدفع هوي كابت الاسلام وجاي براعي هيدفع لا السلام هتكلفك كم يعني وانت لما تقول هتكلفك اتن مليون جنيه هي يعني مش كم وبعدين على فكرة هي بتتطبق على مراحل بمعنى ايه انت هتبتديها من أول المراحل السنية ايو لا الصغيرة ايو اللي هي أصلا زي ما كنا بنتكلم المفروض ان انت بتعلم الولاد كده يعني انت في مجال الولاد الصغيرين البراعم انت المفروض انك بتعلمه مدرسة وبتعلمه فيها ازاي يلعب كرز قدم حقيقية وبشكل فعال عموما اتمنى من الاتحاد كرة القدم ان هم يدرسوا هذا الامر ما لا يؤخذ كله لا يترك كله الحقيقة ودي كلمة هامة جدا جدا في هذه الامور تحديدا وحنو تابع هذا الامر خلال الفترة رجاء ونشوف اللي حيحصل فيه ايه 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 اللي حصل في مؤتمر اللي رابطة الاندية النهاردة اللي حصل انه كشفوا عن اسم الراعي جديد اسم الراعي وايضا الكرة الكرة اللي هتتلاعب بها مسابقة الدوري يعني الموسم القادم وما اعتقدش يعني هاي دي الحاجات البارزة والدرع والدرع الجديد وشكل جديد وشكل جديد هل تم الاعلان عن بدء الدوري امتى لا لم يعلن واكيد طبعا ده يبقى مطروك لكابتن عامر باعتبار انه هو المسؤول عن وضع الجدول واجراء القرعة والكلام ده بس الحقيقة انا كنت مفضل ان الاحتفالية دي يتم فيها كل ده صحيح او تؤجل احتفالية اليوم الى ان تحط ايديك على الملامح الاسسية وتعمل القرعة بالمرة بحيث ده يبقى يوم معروف للجميع انه تم فيه صحيح الاعلان عن تفاصيل المسابقة او يمكن يكون عايز يعلن على مرتين مرة الراعي والكورة وشكل الدوري الجديد ومرة تانية القرعة او شكل القرعة هو كل الناس كانت متوقعة انه ده يتم النهاردة النهاردة حتى فيه ناس كله انا عانى عن نفس على المقاطق شاء انه في النهاردة يتم اعلان انطلاق النصب الجديد وشكل مصابع عامل ازاي واتفاجئت هنا لا انا مرحتش انا مرحتش كان محتاجة ارتبات شوية عشان المشوار يعني في العاصمة الادارية وكذا بس فبقولك النواب يعني كنت افضل الناس كلها كانت متوقعة حتى فيه ناس قالت ليه بدري كده الدوري شغال لسه شغال لسه يعني انت مركز في حاجة معينة دلوقتي طيب السيد محمود ايه رأيك برضه في القرعة النهاردة او مش في القرعة انا قاسف في الكلام اللي حال نتكلم فيه انا كنت اتوقع حاجة في نفس الاتحاد في نفس الوقت اللي اتحاد الكورة بيعمل فيه دور السوبر من مجموعة واحدة كان نفس اتحاد كورة الديني خطة قصيلة المدى دور السوبر دور السوبر اللي هو دور الدرجة التانية يعني اه اه دور الدرجة التانية هو اسمه دور السوبر هسموه دور الصبع والتاني هي هيصمه دور النيل دور النيل انا كنت اتمنى المتحدة الكورة يكون من خلال هذا الحفل يعني قولوا يا جماعة ده احنا عندنا كمان خطة مع بداية دور الصبع نحنا نقلل عدد الاندية في الدور الممتاز عندنا بعد سنتين بعد سنة مش هيبقوا 18 هيبقوا 16 عشان حجم المسابهات الكبيرة جدا والضغط والمواصم هنخفف يعني يبقى زيولا كيه كان يبقى فيه تفكير اولا وانت خلاص يا جماعة انت طب انت عملت المتمر ماشي عشي تقدم الرائع الجديد وتقول ان انا هعمل شكل وهجيب شركة هتعمل لي تطوير في شكل النقل التلفزيوني ومش عارف ايه وهطور الكاميرات ماشي كل ده الكلام جميل في نفس التوقيت ده انت برضو بتحط المفروض ملامح شكل المسلم الجديد هيبعمل ازاي بنسبه لها مطوط عريضة هيبعمل ازاي الدورة هيبتدي امتى من غير حتى ايه مثلا الدولة يا جماعة جديدة هيبتدي يوم كذا وهيمتهي يوم كذا عندنا مصابقة عندنا بطولة الكاس وعندنا كاذا وعندنا كاس اومة افريقيا في اول يناير عشرين 24 وعندنا كاس عالم مش عارف ايه وعندنا تصفات كاس عالم والقرع بتاعتها يوم 12 بعد بكرة ماشي يوم 12 يوم 13 سبعة يوم خميس وقرعة كاس العالم تصفات افريقيا كاس عالم عشرين 26 فعندنا يعني عاوز بقولك ايه لا في معجنة محتاجة توضيح رؤية لأن موسم هيبقى موسم طويل هيبقى فيه ضغط رهيب جدا هتبقى أنت بتدور برضو على جزئية الانتظام المسابقة كل الحاجات دي كانت محتاجة أن كنت تحط فيها يعني رسائل بسطات واضحة وتقول نحن هنعلن الجدول الدوري والموسمي يدي يا جماعة احنا جاهزين هنعلن يوم كذا 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 خلينا نشوف إيه اللي هي حصل فيه لا هو ده المفروض كان يبقى كده الوضع كابتن ستار يعني ده اللي احنا كنا متخيلون ولكن هي تمام برضو الرائعي يعني لسه الوقت موجود يعني مفيش مشكلة لو لسه طبعا احنا كنا بنقول بنتمنى أشياء ده مش معناه وحش على فكرة لا لا خلال وليس عيب أنه الاتحاد والرابطة يعملوا هذا المؤتمر عشان الراعي لأن برضو الراعي مهم جدا 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 أنه هو يعلن أنه هو الراعي للدوري يعني النيل باسمه كده يعني عموماً هنكمل كلامنا ولكن خلونا نطلع نشوف ماذا قال حج محمد مصرحي في هذا الأمر ونرجع نكمل حابب أن أنا الأول أن أنا أشكر يعني الناب أحمد دياب على دعوته الكريمة أنا هنحن نحضر احتفاله ومؤتمر زي ده أنا شايف أن الناب أحمد دياب أو رابطة الانديت المحترفين عاملين شغل أكثر من الرائع خلال المحل اللي فاتت وشايفين فيه تغييد نحن في الدوري المصري نفسه فأنا بتمني له إن شاء الله كل توفيق أنا بقول أن التنظيم رائع جدا جدا المكان زي ما حرج قلت فيه زكاء أن هما يختاروا هذا المكان أنا بصراحة كنت أول مرة أجي نهارد العاصمة الإدارية انبهرت بالموجود انبهار غير عادي شايف شكله بصراحة اللي أنا بسأل نفسي فيه هو ده تعمل إمتى اللي أنا موجود فيه ده تعمل إمتى ولكن أنا لأ حاجة محترمة جدا جدا وأنا شايف أنهما يعني لما يتقال على فخامة الرئيس عفتاح السيسي عمل عاصمة إدارية جديدة أنا بقول له بصراحة بحييه يعني عالة عمل حاجة أكثر مرائع شكله محترم جدا جدا أتمنى إن شاء الله زي ما حرج بتقول أننا نشوف حاجة كويسة في مرحلة جاية لا أنا شايف بداية بداية إن شاء الله النهارده بهذا الإعلان الموجود وإنه ما فيش دوري في العالم بدون مسمى النهارده لما يكون فيه دوري بمسمى جديد في الموسم القادم إن شاء الله دي بداية نجاح وبداية بداية إن شاء الله في مرحلة جاية حضراك لو المتابعة جاية طبعا الأحداث انت شايف خلال الشر اللي فات أحنا كان فيه اجتماعات يعني مرة واثنين وثلاثة مع رؤساء الأندية الشعبية المصري والإسماعيلي وأسوان ومحلة ونادي التحادس سكندري وحضرنا جلسة واثنين وكان فيه بعض الجلسات أو الثلاث جلسات عابدناها وكان معنا النائب أحمد يافي بيشوف بالنسبة لنا إيه الطلبات اللي احنا عاوزينها زي ما حريب بتقول أندية شعبية أندية شعبية يعني خمس أندية اللي أنا وتنضلت ويحصل على كميتهم كمان نادي الأهلي والنادي الزمالك والخمس أندية فانت تتكلم على سبع أندية خلاص من 18 نادي يعني فيه 11 نادي مؤسسات وشركات فحضرنا كن عارضة نحن بالسنين بكرة يوم اللي اتنين بكرة إن فيه بكرة فيه أربع مرشات بتحدد فيها الدوري المصري منين للهبوط فهنا تتخيل حضرناك في الوقت زي النادي الإسماعيلي ونادي أسوان ونادي المحلة من الأندية الشعبية اللي ممكن إنها واحد منهم أو اتنين ينزلوا درجة تانية فانت بعد كده عتقلل كمان وعايزين للأندية الشعبية فحضرك احنا بالنسبة أننا محتاج زي أن احنا نعظم مدخيل الأندية زي النادي الاتحاد والأندية الأخرى جلساتنا كلها إيجابية عادتنا مع الوزير كان فيها عادات محترمة جدا وزي إنشاء لشركات الكورة في المرحلة الجاية فأتمنى إن شاء الله إن شاء الله في المرحلة الجاية إن احنا نشوف حاجات أفضل للأندية الشعبية أتمنى بصراحة يعني ده حلم بالنسبة لنا وأنا حرجي بتقول أنت يعني بتكلم دواتي عن راعي لفرقة كورة أو دور كورة أنا عندنا زي النادي الأهل والزمال كل أندية الأخرى عندنا 18 لعبة إنت عندك البسكت وعندك الكورة وعندك جندبول وعندك الطائرة وعندك أمور كثيرة جدا جدا فأتمنى إن شاء الله إن إحنا لا الموضوع عندنا صعب يعني أنا بحكي على فكر الكامل أبو علي رئيس نادي المصري أو نادي الإسماعيل بولونت عندك لعبة واحدة الكورة وعندك مشاكل كده جدا فبقى لبجاحنا إن إحنا الحملة إحنا وغدينه والناس مطالبة مننا عندها هتمح عالي جدا إن يشوف نادي الاتحاد تمالي في مرحلة محترمة لكن في الآخر أنا أتمنى إن شاء الله هننجح في مرحلة جاية وجميل نادي الاتحاد السكنداري أتمنى أنا أقول إن جميل نادي الاتحاد السكنداري في حتة تانية خالص وأنا أشكره وأنا أدعمه من مستمر المجلس الدارة والنادي الاتحاد فأنا من خلال حراك أنا أحب أن أشكر جميل نادي الاتحاد السكنداري على فتاة المستمرة من نادي الاتحاد ودعمها لمستمر نادي الاتحاد الحقيقة كلام مهم جدا قالوا الحج محمد مسلح رئيسنا للتحاد السكنداري فيما يخص الأندية الشعبية وهو بالفعل كلام في الصميم يعني مهم جدا جدا أن الأندية الشعبية دايما يكون لها ودور ودور كبير جدا طبعا والأندية الشعبية احنا قلنا أن هي عصب المسابقة عصب المسابقة والرياضة بشكل عام أن يبقى فيه أندية شعبية بجمائرها ومع هذا الأمر كمان يجب على المسؤولين عن هذه الأندية أنهم يعني يوعوا جماهيرهم أكتر بأن وجود الجماهير ده نقطة مهمة جدا يجب الحفاظ عليها دي أحد المكتسبات اللي تمت فيه الأشهر الأخيرة محتاجينها تزيد أكتر طبعا كلام الحج محمد مسلحي باعتبار أنه هو رئيس نادي من الأندية الجماهيرية وفي مدينة المدينة التانية في مصر يعني من حيث عدد السكان والقيمة وكل شيء الشعبية الثالثة يعني الشعبية الثالثة في مصر بالزبط يعني يعني تقدر تقول أنه فعلا الشعبية الثالثة بعد الآلي ثم الزمالك ثم بعد كده عندك الإسماعيلية فيها برضو نادي شعبي مهم جدا وأنا برضو بمناسبة الأندية الشعبية وطالما جهت ذكر النادي الإسماعيلي نفسي لعيبة الإسماعيلي والمسؤولين في النادي الإسماعيلي يركزوا أكتر ما ينسقوش وراء محاولات الإيقاع بينهم وبين النادي الآلي النادي الآلي لم يكن طرفا النادي الآلي لو بيتجامل كانت جامل يوم فيوتشغ مثلا قبله بثلاثة أيام لا أنا عايز بس الفكر العام يبقى هي يا كابتن الفكر العام يبقى بيصب فيه يعني أنا عجبني جدا تصريحات الدكتور عبد منام عمارة قبل المباراة كان بيطالب بيشكر النادي الآلي أولا وجماهيره وبيشكو وبيطالب المسؤولين في النادي الإسماعيلي إن هم وجماهير الإسماعيلية إن هم يعيدوا الوئام مرة أخرى لأنه لا داعي أبدا لهذا الاحتقال بل حضر لكن الحمد لله والشكر للنادي الآلي دائما لا ينظر لمثل هذه لا إحنا بنطالب الأخرين لكن أنا بتكلم إنه في النهاية ظلت تظل دائما العلاقات ما بين النادي الآلي والنادي الإسماعيلي بالزبط علاقات تاريخية وعلاقات كبيرة جدا جدا مهما حدث ومهما كان هناك البعض بيحاول يعني أنا من رأيي مثلا يعني إن لو النادي الإسماعيلي لعب كده من أول السنة بالأمور كده هتبقى مختلفة تاني طبعا وجهت نظري يعني في مثل هذه الظروف اللي موجودة فيها اللية بتمزل كلها بتبقى الأمور صعبة جدا طبعا ألعب قدام الأهلي والألعب قدام الزمالك والألعب قدام الكل الأندية اللي موجودة بهذا الشكل يعني كانت الأمور هتبقى يعني فيش connects بها أفضل منك مختلفة وشكلها أفضل وأحسن وكل حاجة والحقيقة يظل دائما النادي الإسماعيلي ونادي الاتحاد وبقية الأندية الجامعرية والمصري والمصري طبعا وأسوان وكل الأندية الكبيرة يعني الأندية الشعبية لها جماهرية كبيرة جدا كل واحد بالزبط طيب السيد محمود منتخب الأولمبي وفوزه الحقيقة أو وصوله إلى الأولمبياد ثم الأداء بهذا الشكل الذي لم يكن متوقعا الحقيقة بشكل كبير لا على فكرة كل الناس يمكن أول مرة يشوف ناس كلها بتكلم على الجهاز الفني على ميكياني المقدر يطور لعيبة وقفة على رجلها رغم أنه يعني اللعيبة مش معروفين بالنسبة حتى للمستوى مصابقة الدولة باستثناء يمكن واحد أو اثنين اللي هما يعني معروفين يعني مثلا أبراهيم عادل هو اعتبر الأبرز في الجيل أبراهيم عادل حسامة عبد المجيد في ناد الزمالك أسامة فيصل أسامة فيصل في البنك الآلي عندك كوكا في ناد الآلي شوف يعني برضو حمزة علاء ترتيبة في الحراس رقم أربعة في ناد الآلي لكن بسم الله ما شاء الله فأنا عاوز أقولك يعني المسألة يكون الجهاز الفني قدر يعمل الشغل ده ووقف اللعيبة على رجلها وفي تطور ومستوى تصاعد من مباراة أخرى من تعادل مع النيجر ثم والفوز على مالي في مفاجأة بأمانة شديدة أكبر جداً لأنه أغلب المنتخبات دي عندها عناصرها محترفة في الدوريات على فكرة في غلبها محترف في الدور الفرنسي في الدور الهولندي في الدور البلجيكي أنت ما عندكش حد يعني كلها خامة محلية لسه بتبحث عن طريقها كمان فكونك تتوصل وتتفوق كمان على مالي وبعد كي تروح تلعب مع الجابون فتطلب كمان في الدورقة بالنهاية تقدم مباراة مميزة وتصل للمباراة النهاية وناس كلها تقعد على أعصابها في مباراة غينية إزاي هنعمل غينية وغينية كانت عملت مع منتخب المغرب مباراة أكثر من رائع على فكرة منتخب يعني يمتلك عناصر مميزة برضو جزء منها محترف فكده أنت عاوز أقول لك الجهاز الفني حلف التوفي وقدم نفسه بصورة جيدة ده يؤكد على أن كل الناس قالت الاختيار كان موفق منذ البداية بدليل أنه بعد ما كسب قال لك إيه أنا محتاج ألعب مع البرازيل محتاج ألعب مع فرنسا محتاج ألعب مع انجلترا محتاج ألعب مع الارجنتين يعني إيه قدم قيمة طلبات عشان ينتقل إلى تمنى أن يتم تنفيذ هذه الطلبات ده الوقت دي ما عادش عندك يعني وقت رفاهية ما عادش عندك رفاهية أنا أقول لك هل العناصة دي أنت هتفرغها من الدوري وعن العناصة نهاية السمر آه محتاج أنك إنت بفترة أنا مش فاكر مين اللي قال لي حضرتك تقريبا أو مين قال لي أنه لازم نجبر هتكبر إزال من الدوري مش هتكبر لا مش هتكبرش حد بتعاوز أقولك إيه لازم تحقق حمزة علاء هتكبر الكولر إزال نهو يلعب حمزة علاء مهو أنت عندك اللي بيلعب حدث مر من الطاقة مصد الأول اللي بعده علي نطفي اللي بعده إحنا دخلنا فين يا كابتا إسلام دخلنا في كل واحد بدافع عن مين من التلاتة اللي هيخدهم من رأس كل واحد مدى يرشح التلاتة اللي بيحبوه أنا ماشي لا هيخد مش عارف مين عاوز أفكر الناس يا جماعة محمد صلاح لعب في أولمبياد ده 2012 ما كانش لسه وصل للنجومية في لندن كانش لسه وصل للنجومية لما جلس هنا اللي فاتت في أولمسي في 2021 في توكيو لازم يعني إيه حظون إحنا كنا عندنا في الأهرام مفردنا بالخطاب بتاع ليفربول اللي قال لك إن إحنا اتفقنا مع التحقق المصر إحنا سيبه لكم في كاس الأمم بس إيه بلاش مين أولمبياد توكيو واخدوا بقى بديل وشوفوا بقى يعني سيبهونا هنا عشنا إحنا الوقت المنافسة واللي حصل هل إنت هتقدر مثلا في الفترة اللي جاية هتتواصل المفروض يهي التواصل بداية من الآن والاتصال والاتفاء ومع الإدارة هل ممكن هتتدونا في فترة دي ولا هيقول لك عندك كاس أمم قدوا في كاس أمم وصيبوا في الأولمبياد أنت عندك الأولمبياد تتبع في الصيف في باريس وعندك كاس أمم في يناير فمش هيديك هنا وهيصيب هنا على فكرة برضو عشنا بقى أنت إيه عامل في طبعا حقه عامل في الحسابات فأنا عاوز أقول لك إيه المنتخب مع قلة يعني الإمكانات مفوش العناصر اللي هي لكن إيه خامات جيدة فيها شغل فني واتعمل محتاجة بأمانة شديدة إكساب الخبرات من خلال كسر الحاجز النفسي لأنك إنت لما هتروح تلعب في أولمبياد باريس هتواجه بقى يعني منتخبات مختلفة وكرة مختلفة سرعة والقوة والكلام ده ده هيجي إمتى هيجي على قل من 3-4 5 ماتشات مميزين تلعبهم في فترة الإعداد والتجهيز في المرحلة الجاية وأيضا البحث عن عناصر تانية لو ظهرت خلال الفترة وانت ماشي بتدور ممكن يظهر لك واحد ممكن يظهر لك اتنين ممكن تشوفين عناصر الخبرة اللي أنت تدقو ده لكن كونك إنك أنت تصل للمرة 11 للأولمبياد في كورة القاتل 13 أو 13 ده رقم مهم جدا ده خطوة مهم جدا في وقت كانت يعني الدنيا نورت بعد فوز النادي الأهلي بدورة أبطال أفريقا في يعني مركب محمد الخامس رد لك الروح رفع المعنويات ودك الدافع شفت اللقطة مبارع؟ شفت اللقطة؟ مين اللي خد اللقطة مبارع؟ خد اللقطة في بعد المطش بتاع منتخب مصر ومنتخب المغرب فوزي لقشة أه أه طبعا أول لقطة تنخدت بالك أول لقطة في التلفزيون بتاع في الكاميرا بعد المباراة مباشرة وده أول حاجة هو النجم لا 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 هو النجم رطيب لا هو النجم لا لا بيشتغل وبص بيشتغل وبشتغل لبلده وهو في مكان بسخد اللقطة؟ أنا بقول لك طبعا لازم يأخد اللقطة لا بيشتغل وراجل أمانة شديدة يعني حط الكرة المغربية ومعاه خدت المكان والوضع اللي احنا شديدينه لسه ده في النهائيات عنده في بلده مص وصلت للنهائي كل حاجة تدعو لنهار طبعا كل واحد بشكل مدام في الإطار وفي القانون وفي الإصرار وفي العمل كرة المغربية كرة بتتطور بأمانة شديدة وصلت ترابع العالم ده في حد ذاته حاجة كبيرة جدا يعني سوز جمال موتشو أهلي وزمالك هل من الممكن أن يفقد قيمته؟ أبدا موتشو الأهلي وزمالك هو من ناحية البطولة يعني من ناحية بطولة الدوري العام إن شاء الله إن شاء الله خلاص ألف مبروك بإذن الله للنادي الأهلي دي موضوع منتهي لكن يبقى أن هذه المباراة دائما هي مباراة تاهم الجماهير على الجانبين وخصوصا للجماهير للنادي الأهلي يعني أيا كان انتواخد دي الدوري بإذن الله حيبقى اللقب الخامس هذا الموسم لكولر واللعبين ومع ذلك أنت ما زال عندك الطموح قائم أن مباراة القمة تنتهي أيضا كما تعودت جماهير الأهلي وبالتالي هتفضل المباراة هي مباراة هامة جدا للجماهير ومباراة هامة في تاريخ الكرة في سباء كده أو في إحصائيات لعبة النادي الأهلي بتهتم أنها تزودها طبعا أنه كسب كم مرة مين أحرز أهداف دي مسألة ما لهاش علاقة بوضعية الفريقين خلاص الوضع تقريبا مستقر من ناحية البطل وزمالك مستقر في المركز التالت حاليا ومع ذلك المباراة مهمة جدا أنا بس أرجح حتى صغيرة قوي للمنتخب الأولمبي أن هذا المنتخب رغم معناه خلال الفترة اللي فاتت من عدم اهتمام قدر يكسب التحدي بأداءه وولاد المنتخب ده اللعيبة دول والمدير الفني ولابد أن نشكر كابتن محمد بركات الذي تولى وفكر في التعاقد مع هذا المدرب اللي نجح جدا مع المنتخب ده أنه هو يعني بجد يقدم لنا خاصة في المباراة النهائية لوحة من كيف يكون أبطال مصر بجد اللعيبة لعبت رغم طرد اللي عليه كلام كتير تعا محمود صبر في وقت مبكر في دقيقة 16 تقريبا 17 واستمرار الأمر على هذا الوضع حتى الوقت الإضافي لا صعب جدا ومع ذلك حتى باعتراف الجميع وبما فيهم المعلق على المباراة الشوالي أن فريق مصر كان يبدو منتخب مصر على أرضية الملعب هو الأفضل بكتير فطبعا بنشكرهم جدا وبنبارك لهم وأنا أتمنى لهم الأفضل بإذن الله سيد بحمود الفارق ما بين زمالك فريرة في الشوت أو في الدول الأول وزمالك أسوريو منذ لحظة وصوله لا في فريق كبير جدا لا فريرة عمل مع الزمانك بطولة دوريو وكياس اتغلب تلاتة في الآخر اه يعني اتغلب ماتش تلاتة كل مباراة وليه حسباتها جابت المباراة القمة المقبلة المئة ستة وعشرين مباراة دي بطولة خاصة ما بين يعني ندين أكثر شعبية يعني مباراة مهمة مباراة جماهيرية شعبية جاملية بالدرجة الأولى والكل مترقب نواجه ما بين كولر وبين أساريو مباراة يما تشهد مولد مدرب جديد وأكيد أساريو عاوز يوين ويحط نفسه في الوضع درب الزمانك اه مدرب الزمانك وكولر اللي عنده التفوق اللي استطاع انه هو يقدم مباراة كبيرة وفوز تلاتة سفر مباراة الدور الأول وأكيد هيبقى عنده حرص انه عارف انه المنافس عاوز يحاول تبقى مباراة فيها مختلفة احنا نتمنى نحن نشوف مباراة كرة قدم اللعبة يكون مركزين في الملعب لفرقتين وقدموا طبلو فني وخلقي أولا ورياضي ثانيا هو ده الهدف بالدرجة الأولى هتكون مباراة بشكل بين بطل أبطال أفريقيا وبين نادي الزمالك اللي هو عاوز يسترد جزء من خسارته لقب سوبر المحل بعد الأتظار والانسحاب منه وعندك كمان عاوز الموسم بتاعه الفوز على الأهلي في حد ذاته بطولة ويدله دفعة معنوية في اللي جاي فأعتقد أنك انت هتبقى صراع ما بين رغبة مدرب عاوز يأكد تفوقه اللي حصل في الدور الأول وبين مدرب عاوز يطلع يحط نفسه وقول أننا خلاص أنا جيت خلاص احنا المسألة خلاص الكفة متسوية مباراة هتبقى فيها صراع تكتيجي في الملعب وصراع وحماس ما بين اللاعبين الفريق الأقل أخطاء والأكثر اهتماما بالتفاصيل الصغيرة هو اللي يقدر يحسن طبيعي الفريق اللي عنده جراءة هجومية والفريق اللي عنده إصرار ورغبة وعزيمة يكون اللي يضوب في الملعب أعتقد كلها رغم الظروف البلعب فيها كل 88 ساعة مباراة في حد ذات الأمر مرهق ومجهد ويمكن هو العمل بعد مباراة الاتحاد وقاب اللعيبة وقال لون أنا كنت أديكم 24 سنة أديكم 48 ريحوا عشان الدنيا ضغطه رعيب جدا عليه فأعتقد أنه الأهلي بيبقى شكله مختلف في المباريات الكبيرة بيبقى استعداد اللعيبة نفسيا وتعيهته ما يبقى مباراة تبقى مباراة صعبة على الفرقتين فريد أكثر هدوان هو الأقرب بالفوز في اللقاء شكرا شكرا جمال الزمالك يدخل هذه المباراة بدون هدف هو أنه يفوز على النادي الأهلي زي ما الأستاذ محمود قال لإنقاذ الموسم بالنسباني معنويا معنويا وبالتالي الأقل أو الأهدأ عصابا الأقل ضغطا أمور كثيرة جدا نقدر نقولها في هذا الأمر على الجانب الآخر النادي الأهلي بيدخل هذه المباراة بعيدا عن نتيجة مباراة سيراميكا وبيراميدز بيدخل هذه المباراة والغرض هو الفوز لاستكمال أو إنهاء الدول بشكل سريع بالضبط ثم إنهاء بقى المشوار ما بين الأرقام القياسية اللي بيحاول أن يتم إعرازها ما بين إنهو عايز يخلص عشان يريح معظم اللاعبين أمور كثيرة جدا وبالتالي الأكثر ضغطا وعلى فكرة الدوافع ما زالت موجودة عند لعيبة النادي الآلي يعني سيبك سيبك من إنه محقق النادي الآلي هذه البطولات في موسم واحد موسم قوي جدا بالنسبة للنادي الآلي موسم ناجح لكولر كمدير فني في أول ظهور له مع نادي أنهو يحقق هذا النجاح بلا هزيمة الحمد لله ده يخلي لعيبة النادي الآلي ويخلي كولر عندهم الرغبة في إنهاء الموسم بنفس النجاح وإرضاء الجماهير وكلنا يعلم أن جماهير النادي الآلي لا ترضى إلا بالفوز يعني تخيل رغم كل ده ما فيش حاجة اسمها جمهور الآلي إحنا عارفينه فيش حاجة اسمها خلاص كده حلو وتعشت لا هي الغاية آخر لحظة يعني حتى بعد مباراة الزمالك المباراة اللي بعدها هل تفتكر أن النادي هيرفع لا النادي هيرفع هل تفتكر أن النادي الآلي هيرفع شعار خلاص بقى إحنا كده تمام لا هيرفع شعار مصلحة الفرق لا مصلحة الفريق ما هو هيرفع شعار مصلحة الفرق أنا مش عارسين إيه اللي هيأصل خلي بقى لا شعار 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 مصلحة الفرق يا كابتن إسلام وفي نفس الوقت شعار استمرار الصورة الجميلة اللي ظهر بيها مش ما هو شوف بقى هنا ساعتها مصلحة الفرق ولا ده يعني ده كده مصلحة الفرق مصلحة الفرق أنا نفهم أصدح حديثك إنه حيبتدي يريح لعيبة هيبتدي كذا بس ده مش معناه إنه لما يريح اللعيبة الأساسيين أو أو بعضهم بعد التأكد من حسم البطولة طيب مش معنى كده إنه هيبقى هدفه يكمل لقوانه لا أنا أتكلم على إنه ده استمرار لنفس المنهج وهو إن النادي الآله يلعب من أجل الفوز دائما كل المباراة سيد محمود تحكيم مصري أو هو الأقرب حتى لأنه مش هو الأقرب هو يعني اللي احنا عارفينه يعني عندما سئل الحج عامر حسين النهاردة من زميلنا فارغ صلاح عن هذا الأمر قال له لا خلاص هو الموضوع مش في إدينا نوضوع في إيد مستر برير هو اللي حيختار تحكيم أجنبي ولا تحكيم مصري ولكن عندما سئل مستر برير قبل كده خبير أو رئيس لجنة الحكام قال أنا ما بختارش حاجة السنة دي أنا حبتدي يختار من السنة الجاية رائع طبعا غير دلوقتي اتحاد الكرة ما أفصحش عن التوجه بالنسبة لحكم مباراة القيمة لا هو أفصح هو الحكم مصري ما أنا بقول لك لا أنا واخد بالي يعني بعد الهيصة اللي أنت شفتها بنتعامل مع التحكيم المصري حسب المزاج والهوية لما أنا خدت الدورة بقى أعظم تحكيم أنتوا بتجيبوا أجانب تفصيل آه لا دعنت تتكلمين على بعض بالله يشجعون الأهل ما أنا بكلم آه لا ما أنا أخد بالي آه ما أنا بكلم على المنافس لما خدت الدورة كانت تحكيم مصري أفضل مش عاوزنا غيرا التحكيم مصري لما خسرت أنا عاوز التحكيم مصري وتم التطاول والتجنيح على التحكيم مصري بصورة بأمانة شديدة جدا وعندهم حق طالما تترك المساحة لبعض هؤلاء للتطاول بعض الصورة دون رد أو دون إيقاف أو دون التدخل والتشكيك في الزمن والدخول في كلام مش هتبقى فيها المسابقة كابتن إسلام زي ما احنا قلنا لما صدرت تصريحات من جانب الدين قامت أو نازم نقض مام قلنا قبل كده لما يجي تشويه لمسابقة أو تضيع مسابقتك وتسمع لحد يتطاول عليك وتخلي الكلام كمان نص من بره مش من عندنا تطلع كمان تدخل في الصورة ده بحد ذاته أمر في غاية الخطورة بأمانة شديدة أنا أعتقد أنه بريدها هجيب طاقم تحكيم مصري خلاص ليه لأنك انت كمان عندك حاجة أنت بشوخة بلك منها ده فيه ليحة بقول لك 14 يوم يعني ليحة لازم حتى تجيب حاجة تبعت أبلها باسبوعين باسبوعين تبعت وتجيب ماشي يتغاضع ماشي خلاص يتغاضع التحاضر الكورة أنا مش مش مختلف معاك بس هو التحاضر الكورة فعلا هيجيب ضخم تحكيم أجنبي خلاص فاربع تيام أعتقد الأمور وبعدين هو السؤال هل هيفرق معاك في حاجة أنا عاوزولك على حاجة عاوزولك على حاجة أنا على مصطوى شخصي أتمنى أنه يجب ضخم تحكيم وما له إيه المشكلة بس ما عايز مصطوى الشخصي هاتب تحكيم أجنبي خلاص مهاتب تحكيم ده على فكرة ده الأفضل لي يوليكم لكل حاجة خلاص هو التحكم كمان درجة أولى عشان رقم واحد بصنف الكلام ده واحد من الأربعة أو الخمسة الكبار أتمنى يبقى في الكلام ده ماشي نكسب بقى ماشي دهي كورة دهي كورة دهي كورة دهي كورة دخلت الأمور في السكك وفي نقد نقد مش نقد لا ده رتح احنا دخلنا مسألة رتح بأمانة شديدة دخلنا الهدف زيادة مساحة التعصب بص يعني انت شفت الصورة الصورة بتاعت كابتن سيدة محمد هو بسلم على الحكم يتعمل منها فيلم وقصة طب ما انت هم عايشين يا كابتن يا سيد محمود فيه ناس عايشة على مثل هذه الأمور يعني أنا النهاردة جبت عشر أخطاء للحكام للتحكم المصري مع نادي الزمالك للناس أن هناك أمر مهم بيحصل عايزين نبعد نبعد أولا عن روح البروتوكول فيش حاجة اسمه روح البروتوكول ثانيا عايزين نبعد عن الاحتواء فيش حاجة اسمه احتواء هو أنا ما بقول كده هو انت تقدر تجيب لي وانا جيب لك وانا جيب لك لكن أنا بتكلم في مصلحة عامة ولا ولسته طرفا في إثارة حد لكن أنا بتكلم في مصلحة عامة كمبدأ عام أنا مع التحكيم المصري طبعا مع التحكيم المصري ولكن أكتر نادي أضر به خلال الفترة اللي فاتت من التحكيم المصري ماذا؟ لا نادي لا نادي تعال بشكل واضح لا تعال تعال أعدلك على المسلمين اللي فات يا كبت داخل المسلمين اللي فات أنا سنادي بأتكلم أنا متصدر سنت تقشى حاجة كبت إن كل هذه الحملة اللي تنبت يكون هدفها برضو الضغط على التحكيم المصري طبعا وإحداث نوع من حالة من الخوف والتوتر والآله دي على فكرة بدبأ برضو لها حساباتها ماشي فأعتقد أنه بريرا اللي احنا ما شفناش منه حق غدا ما عارفينش يعني بيقيم إزاي أو عامل ماشي إزاي ببالك أنا شغل مش هبدأ السنة دي شغل هيبدأ السنة جاية شوف بقى السنة جاية إحنا مناش دعو بالسنة جاية خلينا في اللي فاضل في الأيام وعاوز أقول بريرا خلي بالك بكرة يوم حاسم بكرة بكرة في أربعة مقشات في وقت واحد بكرة يوم صعب بكرة يوم صعب جدا الغلطة فورة صحيح ماشي وعاوز أقول خلي بالك وعجب أن تكون هناك رقابة شديدة جدا رقابة شديدة جدا وأمور محتاجها فعلا بأمانة شديدة لأنه ببص وعندك سراميكا وبرامدس وعندك فيه ماتش رابط محلة والبنك محلة والبنك ماتشات حاسمة بكرة الماتشات حاسمة في نفس التويد وأنا تمنى أن تتم إذاعة المباراة كلها الحقيقة عشان تبقى كل حاجة الشهود اللي بيشهودها وبناء عليه برضو مع كل هذه الأمور النادي الآلي لا يناقش هذه المسألة خالص زي ما قال كده الأستاذ محمود وحضرتك عايزين حكام أجانب أهاته حكام أجانب هاته بنت عايزه عايزين حكام عرب أهاته حكام عرب برضو دي أراء شخصية لين نخلق الحرارة يعني اللي لو مطلق الحرارة بالضب دايما على فكرة ده المشاغل اللي هي الصغيرة دي بتأثر على التركيز بتاعك انت طبيعي فانت ما تشغلش بالك انت عايز أي حكام من أي حتة هات عموما نتمنى أنه نحن مباراة جيدة لسه بدري طبعا لسه خلت تيام على المباراة الأهلي والزمالك ولكن في النهاية بصراحة نفس الواحد يشوف مباراة حلوة إن شاء الله طبعا ما بين الفريقين يعني ندي الأهلي هتبقى حلوة ونادي الزمالك يلعب مبارا حلوة ندي الأهلي يفوز إن شاء الله ولكن يعني نشوف مطش حلوة كده إن شاء الله مطشات حلوة لتليق باسم كرة القدم المصرية وطاليك باسم الناديين الكبيرين وطاليك بالتحكيم المصري إذا كان الموضوع سيبقى فيه تحكيم مصري ونشوف مباراة طاليك باسم مصر إن شاء الله يوم الخميس القادم أنا بشكرك جداً شكراً جزيلاً أنا بشكرك جداً يا سيد الحمود شكراً جزيلاً أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً وإن شاء الله نكون مع حضراتكم بكرة بكرة حلقة بتبقى 11 بعد بنامج ملك وكتاب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيتكي